دع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ الأطراف إلى عدم استغلال الأوضاع الحالية كفرصة للتنصل من التزامتها تجاه خارطة الطريق وقال جرونبرغ في مقابلة مع تلفزيون الصين إن المأساة في غزة وترابطها مع التوترات في الشرق الأوسط أدت إلى تباطئ زخم محادثات السلام في اليمن مؤكدا أنه ليس الوقت المناسب للأطراف لاستخدام المناورات والتكتيكات قصيرة المدى لتصعيد الأمور داخل اليمن وأشار إلى المكاسب الإنسانية التي يحاول تسويتها من خلال خارطة الطريق بما في ذلك صرف المرتبات والتنقل بحرية وتمكن القطاع الخاص وطلب المبعوث الأممي المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف لتحقيق نتائج إيجابية نحو عملية بعيدة المدى في اليمن من القاهرة ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبد الملك اليوسفي أهلا ومرحبا بك معنا دكتور عبد الملك قبل أن أتحدث عن النقاط التي جاء على ذكرها سيد جرونبيركسا أريد فقط أن أعود أنا وحضرتك لحديث رئيس هيئة أركان الجيش اليمني اليوم الحديث عن مقدرات الجيش اليمني واستعداده والروح المعنوية إلى أي حد تبدو أهمية في ظل ما تم الحديث عنه مؤخنا لما للحوث من إمكانيات وترسانة عسكرية كانت ربما لافتة في الأوين الأخيرة بداية قبل أن نتحدث عن الجاهزية القتالية والعسكرية للقوات المسلحة اليمنية لا بد أن نؤكد على أمر مهم أن كل التعبيرات الرسمية عن قيادة الدولة اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعظام أجلس القيادة أنه الطريق هو السلام ولكن هذا السلام لا يأتي إلا من خلال وجود قوة ضغطة وضغط مسلح وهذا ما أشار إليه فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي مرارا وتكرارا وكأن السلاح والقوة المسلحة في فلسفة قيادة الدولة اليمنية هي أداة لتحقيق الاستقرار وتحقيق السلام وأن الحرب ليس هو الهدف وهنا عدوا لتصريحات معالي رئيس الأركان الفريق الصغير بن عزيز وهذه فيها كثير من المصداقية من يعرف كثيرا من التفاصيل ويتابع وكقارئ سياسي متابع بشكل مستمر للتفاصيل ما يقري على المستوى العسكري مطمئن جدا للجاهزية القتالية والعسكرية لكل الوحدات المقاتلة المضادة لمليشيا الحوذي وأنه إذا حانت لحظة الحقيقة ووجد القرار السياسي لمواقهة أسكرية شاملة أعتقد أن القوات المسلحة قادرة على سحق مليشيا الحوذي الميزان العسكري في صالح القوات المسلحة اليمنية التي تقودها الدولة والفرقعات التي تصنعها مليشيا الحوذية فرقعات لا تؤثر كثيرا في المسارات التكتيكية للمعركة على الأرض نعم مليشيا الحوذي تملك صواريق باليستية وطائرة مسيرة ولكن هذه المسألة مع وجود القطاء الجوي من تحالف دعم الشرعية إذا أطلقت معركة ربما تؤثر كثيرا على مسارات المعركة في الاتجاه الإيجابي لصالح الدولة نعم طيب دكتور عبد الملك بما يخص موضوع السلام وخارطة الطريق ودعوة ربما السيد جرونبرغ الأطراف اليمنية قال أطراف النزاع بالتزاماتها تجاه خارطة الطريق من المسؤول فعليا عن تعطيل خارطة الطريق اليوم؟ هل هناك مسؤول آخر إلا الطرف الذي قام بإشعال ربما البحر الأحمر؟ ما المقصود بالأطراف الأخرى؟ وهل إذا ما كانت الشرعية مقصودة هل هناك أي لائمة توجه إلى الشرعية ضمن كل المساعة التي قامت بها؟ جرونبرغ وقع في فخ الحيادة الذي وقع فيه سابقه الحقيقة أنه من حقه كوسيط أن يبقي على خيوط اتصال معينة من أجل تسهيل مهمته لكن لا يكون ذلك على حساب التأثير على مسارات مهمته عندما يسمي الأطراف دعونا نراجع كل التعبيرات الرسمية وكل السلوك لقيادة الدولة اليمنية ستجد أنها من خارطة مع خارطة الطريق وهي من تسهيل وهي من تقدم التسهيلات وهي من تقدم التنازلات وهي من تضع أمور كثيرة غير مرغوب بها من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تخرج البلد من دوامة الحرب فتل على الطرف الآخر سنجد أن هناك طرف مجنون يمارس كل الجنون على كل المسارات لا تعتقدوا فقط أنه نعم هناك تعقيد كبير تولد بعد الأحداث الحاصلة في البحر الأحمر وقع في فخة السردية الحوثية فيما يتعلق بالإرهاب الحاصل في البحر الأحمر ينسبه إلى حرب غزة وحرب غزة صدقوني أنا أقولها لكم كيمني وكقارئ سياسي يمني أنه لو عادت إسرائيل غزة وعادت إعمارها وسلمت الفلسطين لدولتهم ستمارس ميليشيا الحوثي الإرهاب لأن المسألة غزة عبارة عن شماعة تتخذها ميليشيا الحوثي من أجل التصعيد ومن هنا نعود إلى التعقيد الذي عطل مهمة المبعوث الأممي وهو تعقيد الإرهاب الحاصل في البحر الأحمر والذي قال عنه المبعوث الأمريكي قبل أسبوع أنه يكاد يكون السلام في الوصول إلى السلام في اليمن مستحيلا في ظل هذه الأحداث دعم هناك تعقيد كبير ولدته ميليشيا الحوثي وكان الأقدر في المبعوث الأممي أن يسمي الأمور بمسمياتها وهنا ربما هذه التسمية التي وصفتها بأنه أو وصفت حالته بأنه أراد أن يكون حياديا ولكن هذا الحياد إلى أي حد يؤثر أيضا بمواقف دول أخرى ومساعي دول قد تمارس نوع من الضغوط أو تتخذ مواقف ربما تكون ضاغطة على الحوثي إذا ما كانت توصيف أكثر دقة من قبل جرونباك جرونباك طلب الضغط من المجتمع الدولي على الحقيقة أنه فخامة رئيس الدكتور الرشاد العليم قبل يومين قال أنه مورس علينا ضغط كبير على قيادة الدولة اليمينية وعلى تحالف الدعم الشرعية من المجتمع الدولي هذا الضغط أثمر تعطيل لعملية صناعة السلام لو كان ذهبت صناعة السلام في الاتقاه الطبيعي وهو استخدام القوة المسلحة دعم الجهود الذي يقوم بهذا تعالف الدعم الشرعية مع القوات المسلحة اليمنية لكنا وصلنا في مراحل متقدمة إلى السلام لو لا الضغوط التي مورست أثناء معركة تحرير الحديدة لكان حصل نقطة فارقة توصل الناس إلى السلام مليشي الحوثي لن تحتي إلى السلام أي ضغط تمارس الآن على مليشي الحوثي عندما يدعو إلى ممارسة الضغط الضغط إلى قيادة الدولة أما أولئك عصابة لا يتمون بالضغوطات ولا همهم الضغوطات أصلا وبالتالي الدعوة لممارسة الضغوطات هي في غير محلها وقانبه الصواب المبعوث الأممي وكان الأحرى به إما أن يسكت عن هذه الأمور ويدعى الأمور الاتصالات الشخصية أو أن يتحدث بلغة واضحة لا تؤثر على مهنيته وعلى حيانيته أشكرك جزيل أشكر من القاهرة كنت معنا المحلل السياسي اليمني الدكتور عبدالله